اي من اي علاقة بتبتدي في الاول بتبتدي حلو قوي اول ثلاث شهور بتبتدي يا سلام ملايكة بنرفرف بجناحة كلنا بعد الثلاث شهور وبعد ما بتتعودي عليه ويبقى تتعودي ان هو موجود في حياتك ويبقى فيه سيستم انه احنا خلاص بقى بنرتبط علشان هنتجوز ايه اول ما بتيجي سيرت الجواز اول ما بيحس ان احنا خلاص هنكتب الورقة دي فيه وحش بيتحول نظرة صوتك ما بتعلاش فانا مش قدري حطك في حياتة ايه لما اتعصبته عليتي صوتك ما هي مش كده انا صوتي واطف العادي في الحياة وما بحبش الصوت العالي وبتنشن جدا لما حد يزعق جنبي صوتك شهور يعني بتوتر وبحب الدنيا تبقى هادي حتى لما يبقى فيه اختلاف احنا ممكن نختلف بشكل لطيف وهادي وقول كل اللي انت عايزه وانا هنسمع حتى لو بنتخانق مش لازم يبقى الجرام بتسمعنا ولا مرة فيه تجاربك قلتي لأ طب انا فيه العيب ده هصلحه بعدين ولكن دايما الطرف الاخر هو اللي فيه حتى انه مش قادر يحتوي كيان اسمه رانيا يوسف لا هو الطرف الاخر بيفتكر ان الصوت الواطي والادب وانه انا ست متربية وانا ستة عندي حدود في تعاملي مع البشر او معاه بيفتكر ان ده ضعف مني وبيتفاجأ سوري يعني بلطش اتقلم على وشه اللي هو حنتطلق ودلوقت ودلوقت فجأة هي ما بتبقاش فجأة تراكمات بالزبط كده هي ما بتبقاش فجأة هي بقعدت مرة والتانية ونبهتو التالتة وخلي بالك كده كده مش هينفع كده انا مش برتاح كده انا مش او انا متضايقة من انت عملت واحد اتنين تلاتة وبمنتهى الادب ما بيستجبش لا بيفتكر انه انت مقدبة انت بتقولي اه هتعدي بعدين عدت مرة والتانية فيعني هتعدي على طول بقى دي ست مقدبة ومتربية وصوت الواطي فبيكتشف بيسحسوا انه هنتطلق ودلوقتي حال وبعملها فعلا